وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 529 قضية مونية ومستندية وعينية بمضبطات بلغت 352 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 89 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 239 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تم ضبط 13 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 363 قضية من بينها 137 قضية خبز نقص الوزن و105 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت 140 طن